لم تمنعه إعاقته كواحداً من شريحة الصم والبوكمب في شق طريقه وتحقيق أماله وطموحاته فقد تمكننا بكل عزمة وإصرار أن يتجاوز وقعه وظروفها المرضية حتى صار معندساً ميكانيكياً يشار إليه بالبنان في مدينته في إحدى ورش إصراح وصيانة السيارات بمدينة عتق يعمل الشاب الأصم والأبكم محمد رويس كفني عندسة محترف في فحص معايرة وتحديد الأعطال الفنية للمركبات حيث يتمكن من إصلاحها بكل كفاءة واقتدار أحمد أصم وأبكم لديه قدراته الخاصة وأهمها الميكانيك خوايته منذ الطفولة بدأ في العمل منذ خمس سنوات وأصبح مهندس ماهر ويستطيع تحديد الخلل بأقصى سرعة ولديه زبائنها الخاصة بسبب مهارته في العمل ويعيل أسره دون الاعتماد على الغير هذا الشابي واحد من خريج المركز التعليمي التابع لجمعية رعاية تاهيل المعاقين في محافظة شبوه حيث أستطاع أن يتعلم القراءة والكتابة ولغة الإشارة قبل أن ينخرط في ميدان العمل كفن أندسة ميكانيكية تمكن من تنمية مهبته وقدراته حتى بات يمتلك الكفاءة العالية في مجال عمله حيث أستطاع أن يكسب ثق الزبائنه بنجاحاته المتوالية في إصلاح سياراتهم هذا محمد رويس سالم لحنف هو درس وتعلم في مدرسة في جمعية المعاقين والتأهيل وتأهل ما شاء الله وتعلم في هذا الورشة ونحن صراحة بحكم خبرته وفهمه سيارتي هنا كانت فيها قليل زي الحرارة وزي هذا وما شاء الله صلحها ونتمنى له التوفيق ونتمنى له النجاح إن شاء الله وأن الله يعني يوفق جمعية المعاقين فيما هو صلاح للمكفوفين واللي في حالته يعني زي حالة هذا الأخ وإن شاء الله يعني تكون خبرة له والعيالة والمنبي تخلون برضو المهنة هذا المهنة مشرفة وما شاء الله عليه صراحة كل ما يدخله هذا المعاق من أموال مقابل وجرة عمله يسخرها للإنفاق على عائلته دون الحاجة للغير وبذلك فقد سطر قصة نجاح مرهمة تجسد المثل القائل الإعاقة ليست إعاقة جسد وإنما هي إعاقة العقل عن التفكير زفين عطية اليمن اليوم وحافظة الشبوة